يا مسائل فل على احلى بنات واحلى شباب في الدنيا كلها ازايكم عاملين ايه? اتمنى يكوني الكل بخير فيديو النهاردة جماعة للبنات بس يعني مفيش اي حاجة فيه لأي راجل الموضوع للبنات بحت هنتكلم في حاجتين موامين جدا الحاجة الاولانية ايه هي الوجبات اللي نقولها في فترة الحيد او الدورة الشهرية عشان تقلل من موضوع انت في خات البطن ووجعها وتعبها والكلام ده والموضوع التاني هنتكلم عن نصايح شوية نصايح كده للحوامل ايه الوجبات اللي ممكن يأكلوها في اليوم او مش هنقوله وجبات احنا هنقول ايه التغذية السليمة اللي هم ممكن يتعاملوا عليها يعني هنقول شوية حاجات اصناف هم يبدأوا بقى يزبطوا اكلهم على اللي احنا هنقوله دوت وان شاء الله ده يفيدهم اللي احنا هنقوله برضو هيفيد في ايه هيفيد في تقليل الحموضة هيفيد في تقليل القيء عملية الاستفراغ والقيء اللي بتتعبهم دايما وشوية حاجات تانية برضو ايه هتعجبكم اول حاجة هنتكلم على نصايح للحامل اول ما تصحي من النوم بسم الله الرحمن الرحيم بتاعك كده روه بقى رغيف ومعاه حتة جبنة عشان نقلل شوية من الحموضة تمام نبقى تخالص خالص عن الاملاح نبقى تخالص عن الملح الكتير في الطعام ليه بقى الملح الكتير بيحتبس السوائل في الجسم فهو ده اللي بيعمل لك الورم فيه يعني فيه ستات كتير قوي بيحصل لها الموضوع التورم الكتير ده فاحنا نحاول نبعد عشان نحن نبقى كويسين من جوة نبعد شوية عن الملح يعني نحاول نبعد على قد ما نقدر السكريات ما تبقاش كتير ما نحاول برضو ما ناكلش سكر كتير الاطعامة المفيدة لنا بيض فول عتس ومن غير اي دهون البيض والفول والعتس ومن غير ما نتعامل في دهون ومن غير زيت وسامة ومش عارف ايه نحاول نخلينا ايه في زيت الزتون الفاصوليا والسمك واللحمة والفراخ والبروكلي كل دي برضو واجبات مفيدة والبرتقال تمام فيتامين سي والعسل لبيض الكم صنف اللي احنا قلناه ندول مضادات اكسادة فيتامينات عشان تعويض والبرتقال زي ما قلنا فيتامين سي الينسون والمرمرية والشمر والحلبة الحاجات دي من اول شهر لحد تامن شهر ما تلمسيهاش ما تجيش جنبها ليه بقى الحاجات دي بتساعد على الطلق فدي لازم تاخديها في الشهر التاسع ما ينفقش تاخديها في اول تامن شهور خالص يعني دي دم تي تشترابي الحاجات دي تشترابيها من اول الشهر التاسع قبل كده لا ونحاول نخلي واجباتنا كل اربع ساعات يعني كل اربع ساعات ناكل علشان خاطر نقلل من موضوع الكوي او الاستفراء البطن البطن بيحصل لها تمدد بيحصل تمدد كل طبعا ما الجنين بيكبر عندنا بطننا بتكبر فبيحصل في الجلد تمدد وبيبان عشان نقلل من الموضوع دوت هندهن بطننا بزيت زتون زيت الزتون هيحاول جدا يقللنا من قصة تفتحات الجلد اللي بتحصل نتجع عن الموضوع التمدد يعني بتاع الجلد نتيجة زيادة البطن تمام ممنوع نشرب اي حاجة ضايت ولا بيبس ضايت ولا اي حاجة ضايت يعني ممنوع منع مبتن لان فيها مواد غلط جدا عليك وعلى الجنين تمام كده دي نصايح الست الحامل هنتكلم بقى على وجبات فترة الحيد وجبات فترة الدورة الشهدية هنبتدي نقول اليوم الاول الغداء بتاعنا هيبعبارة عن طبق سبانخ مطبوخ ممعال حمص نصر غيف عيش طبق صلطة كبير بورتقانة خدنا فيتامين سي عوضنا حديد عشان احنا بنفقت حديد كتير في الفترة ديت وهو ده اللي احنا خدناه من وجبة الغداء وجبة العاشة هتبقى عبارة عن صدر فرخة وطبق خضار مشكل مسلوق تمام كده وربع رغيف عيش نيجي لليوم التاني اليوم التاني هيبقى عندنا في الغداء 300 جرام سمك مشوي وصلطة طحينة ونصر غيف وكباية عصير فراولة عشان يوم التاني عبارة عن 150 جرام لحم و150 جرام بطاطس مشوية وطبق صلطة كبير وربع رغيف عيش اليوم التالت هنكرر الغداء والعشاء بتوع اليوم الاول تمام كده اليوم التالت نكرر الغداء والعشاء بتوع اليوم الاول اليوم الرابع هناخد في الغداء علب التونة وطبق خضار عبارة عن خضار الورق اللي هو الخص والجرجير والبقدونس والفجل نحاول نخلي الورق كتير ومعاهم الفلفل فلفل تمام والجزر والطماطي حاول نخلي هو ده طبق الصلطة بتاعنا ومعاهم رغيف عيش وطبق صلطة فواكه طبق صلطة الفواكه يتاخد بعد الغداء بنص ساعة عشان يقلل شوية من عملية الانتفاخ تمام كده العشاء بتاع اليوم الرابع هيبقى كباية كبيرة من الزبادي خلي الدسم ونحط عليها كمحة ببيت فراولة كده او خوخ اليوم الخامس هنقرر نفس الغداء بتاع اليوم التاني واليوم السادس هنقرر نفس الغداء والعشاء بتاع اليوم التالت تمام كده يبقى احنا قولنا دلوقتي اليوم الرابع اليوم الخامس هنقرر نفس الغداء والعشاء بتاع اليوم التاني واليوم السادس هنقرر نفس الغداء والعشاء بتاع اليوم الرابع نيجي لليوم السابع هناخد رابع فرخة مشوية وطبق صلطة كبير وطبق شربة خضار ومعاهم صمر التفاح وفي العشاء هناخد 100 جرام 100 جرام مكارونا قبل ما تتسلق يعني المكارونا كده وهي لسه ما دخلتش المية ناخد 100 جرام وبعد كده نسلقها ونعمل طبق صلصة يعني احنا ناكل مكارونا بالصلصة فنعمل طبق صلصة تمام الصلصة بتاعتنا العادية ومعاها شعرية ريحان وهناخد 100 جرام ستيك لحمة خالي الدسم برضو وطبق خضار ورق برضو زي اللي احنا قبل كده وكوباية عصير فراولة او عصير كيوي خدنا كده واجبات سبعة ايام للناس اللي في فترة الحيد او زي ما بيقولوا الدورة الشهرية نحاول نمشي على دول هيقلل معانا شوية من الانتفاخات والمغس وتعب البطن اللي احنا البنات بتعاني منه في الفترة دا انا اتكلمت في الموضوع ده وما حدش كتير بيتكلم في الموضوع ده بس الموضوع ده مهم ومفيد جدا ليكم وانتو زي اخواتي فانا ما اتكسفتش خالص منكم واتمنى ان انا كون فتكم واتمنى كل اللي جاي برضو يعجبكم ويا رب دايما تكونوا بصحة وخير وبمنتهى السلامة يا رب واتمنى ان الناس اللي الفيديو يأثر فيها او يحسسها انها وصلت لحاجة او فهمت حاجة منه او فادها تعمل لايك وتعمل شير علشان خطر يوصل لغيرها تمام كده احلى سلام لكم